اصباح الخير عليكم ان شاء الله تكونوا بخير و ان شاء الله يدخل عليكم رمضان بالخير و عشو لكم مبروكين اليوم اجبت لكم وصفة رائعة مضمونة مليون في المية التاع لكخيم باتيسياخ هذه تجدو بها للتاختلة التاعكم في رمضان نجزلكم المقادير المقادير تاحها بسيطة ومتوفرة في كل بيت وتحضير تاحها ساهل نحتاج زوج كيسان حليب اقبار 250 ميلي تخليل للكاس محددة بيض مغرف كبيرة زبدة نحتاج ملح نحتاج زوج مغارف ونص كبار تعميزينة وربع مغارف كبار تليل سكر عادي و نحتاج عطر غذائي انا فضلت الفراولة و انتم لكم الاختيار نضيف طريقة التحضير عمرت زوج كيسان حليب نحطهم في كسرونا حتى يغليوا هذا الكاس الثاني نضيف زوج كيسان في سلاديا نحضر الحبة على البيض نضيف لها السكر اللي قلنا عليهم 4 ملاعق كبار نحرك حتى يضوب السكر نضيف شوية ملح و نواصل التحريك حتى يضوب حبيبات السكر نضيف زوج مغارف كبار و نص تعميزينة و نسحوق النشا و نواصل التحريك نضيف و نضيف و نفرق عليهم الحليب الساخن و نحرك بسرعة بسرعة بش ما يطيب ليش البيض و ممتوب بش ما يصنع ليش اليكريمو نعاود نرد كهذا الخليط في الكسرونا و نحطه فوق النار و نحرك بش ما يتكتليش لأخير هذه النتيجة نعاود نفرقها في السلدي و نضيف لها ملعقة كبيرة على الزبدة و هي ساخنة مع الملون الغذائي و نحرك بسرعة حتى نتحصل على خليط متجانس الكرام باتيسيخ تعييره هي وجدة مع اليارين للمها و نغطيها في الم المونتر لازم له في الم المونتر يتوشي الكرام سينولتشيك للقشرة لازم يتوشيها مليح ما خلي ولا مكان للهواء نحطها في الثلاجات برد و قبل الاستخدام نخرجها و نضربها مليح بالباتر و نضربها مليح بالباتر نحطها في الثلاجات